رسالة واحدة ووحيدة للرئيس الروسي فلادمير بوتين أراد هؤلاء الذين اجتمعوا هنا في قصر إليزيفي إطار مؤتمر دعم أوكرانيا وهي أنهم لم يتعبوا ولم ييأسوا في دعم أوكرانيا وذلك حتى تحقيق النصر هذه هي الرسالة التي أرادها المجتمعون لتوجيهها في مؤتمر دعم أوكرانيا في الإليزيفي باريس وهذا جاء تلبيئة لمطالب الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي في رسالته للمؤتمر عبر الفيديو كونفرنس لقد انقضنا معا ملايين الأرواح وعلينا معا أن نضمن أن بوتين لن يدمر إنجازاتنا ولا يمكنه توسيع دولته لتشمل دولا أخرى أيضا أراد المؤتمر إعادة التعبئة ودراسة جميع وسائل دعم أوكرانيا بشكل فعال في وقت تجد فيه كييف التي تفتقر إلى الأسلحة والذخيرة نفسها في وضع صعب للغاية إذا استمرار الضغط الروسي العسكري روسيا لا يمكن ولا يجب أن تربح هذه الحرب في أوكرانيا هذا هام لها ولنا لنحافظ على أمننا الجماعي لليوم وللمستقبل كما شدد المشاركون في المؤتمر على أن الأمر يتعلق بضحض الانطباع بأن الأمور تنهار وأنهم يريدون أن يبعثوا برسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادوها أنه لن ينتصر في أوكرانيا وشارك في المؤتمر 21 رئيس دولة وحكومة ومسؤول منهم جيس أوبراين مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية طولي شمية الحرة باريس